الدولار بقى بأكتر من 50 جنيه في السوق السوداء ولو مش عارف معنى الكلام ده أحب أقولك إن دي كرسة كبيرة جدا وبتهدد الاقتصاد المصري وشكلنا كده داخلين على فترة صعبة جدا هي إيه الحكاية؟ الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة بيمر بظروف صعبة جدا وكله بسبب سعر الدولار اللي عمالي يزيد كل شوية وللأسف الدولة مش قادرة إن هي تسيطر على الموضوع ده لأن الدولار لما بيزيد كل حاجة في الدنيا بتغلى والوحيد اللي بيدفع ضربة الكلام ده هو المواطن المصري الغلبان اللي كل همه إنه هو يعيش عيشة كريمة طبعا زيادة سعر الدولار في السوق السوداء لها أسباب كتير جدا هنحاول إننا نعرض جزء منها خلال الحلقة أول سبب منها إنه هو زيادة الطلب على الدولار بسبب السفر أو أداء العمرة لأن أي حد بيسافر برى مصر بيكون عايز يشتر دولارات كتير علشان يقدر يصرف منها بره والموضوع ده عمل ضغط كبير جدا على الدولار وبالتالي زيادة سعره في السوق السوداء ده غير إن البنوك بتواجه ضغوط شديدة جدا من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمرات غير مباشرة بـ 2 مليار دولار في السنة اللي فاتت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومش شرط اللي يشتر دولارات يكون عاوزة عشان يسافر في حالة بيمر بيها عدد كبير من رجال الأعمال الفترة دي وهي فقدان الثقة في الاقتصاد المصري الناس كلها بقت خايفة من الغلل معيش اللي بيحصل ده فبيضطروا إنهم يشتروا عدد كبير جدا من الدولارات ويعينوها معهم علشان هم مواصقين إن سعرها هيزيد قدام وبالتالي هيكسبوا أضعف أضعف اللي دفعوه كمان من الأسباب القوية جدا اللي تسببت في ارتفاع سعر الدولار هو حالة الخمول السياحي اللي بتعاني منها مصر لأن طبعا كل لما يكون عندك سياح كتير كل ما تتوفر عملة صعبة لأن السياح ده بيجي بعملة بلده اللي هي غالبا بيكون الدولار وبالتالي هتقدر توفر منه الدولارات الكتير ولكن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب اللي بتحصل في غزة عملت تعطيل كبير جدا في حركة السياحة في مصر وفيه بقى سبب محدش يتكلم عنه وده يعتبر من أقوى الأسباب اللي خلت سعر الدولار يرتفع في السوق السوداء وهي مبادرة سيارات المصريين بالخارج ودي مبادرة أطلقتها وزارة المالية بتقدم خدمة للمصريين اللي في الخارج إنهم يجيبوا سيارات هنا في مصر من غير أي جمارك ولكن في شوية شروط علشان يتم الموضوع ده أهمها عمل وديعة دولارية لمدة خمس سنين وهتستردها بعد كده بالجنيه المصري بسعر الصار في وقت الاستخدام وبلغت حاصلة المبادرة دي لحد دلوقتي حاول تسعمائة مليون دولار الدولار هو عصب الاقتصاد في العالم كله والدولة اللي فيها الدولار سعره عالي أكيد هيكون فيها غلاء معيشي مش طبيعي وأسباب زيادة سعر الدولار في مصر كتير جدا عايز لها مجموعة حلقات لوحدها اشتركوا في القناة